ستة الأفضلية أهلوية على أرض الملعب وفي معظم الكرات اللي فيها ترانزيشن انتقالي أو فيها تحدي ورالي أو تحول فيما بين الدفاع والهجوم كسبها في شوط الأول والتاني نادي الزمالك كلام ما بين رضا هيكل وأحمد صلاح ملوش لازمة ملوش لازمة ملوش لازمة يعني وقال الكلام ملوش لازمة من رضا هيكل وبيحاول يستفز أحمد صلاح بأي شكل كان الحقيقة ورضا هيكل واخد انذار لما زعق في وجه حكم اللقاء التاني محمد منير أشهر في وجهه الانذار وقال أنديل المرة دي أحمد صلاح طبعا وهياخد الانذار أحمد صلاح لكن الصراحة اللي استفز أحمد صلاح النار فزا اللي عملها والكلام الكبير والكتير اللي بيقولوا ملوش لازمة على أرض الملعب رضا هيكل تعدي المهم نحفظ على تركيزنا وما نروحش للجو ده للجو اللي يفقدنا للتركيز على أرض الملعب كلام ملوش أي لازمة بالمرة كلام ملوش أي لازمة بالمرة من اللعابي نادي الزمالك والجهاز الفني اللي بدأ ينزل إلى أرض الملعب ودرونكا اللي برو التاني في تشكيلة نادي الزمالك نو أحمد صلاح قال لهم بالنص مش عايز حد يتكلم معاه خالص خالص نو ملوش لازمة ملوش لازمة ملوش لازمة اللي بيحصل على أرض الملعب ملوش لازمة يعني كابتن محمد صلاح الشقيق الكابتن أحمد صلاح وانه زعلان انه الكلام غير لائق للعالمي اللي موجود على أرض الملعب أحمد صلاح لكن خلاص الأمور هديت على أرض الملعب ولازم نلتزم يا جماعة لازم نلتزم الأمور بإذن الله لأنه كل ده مش في مصلحة النادي الأهلي وكل ده مش في مصلحة التفوق النادي الأهلي في أحداث الشوط الرابع من المباراة اللي هو شوط العودة في النتيجة الحقيقية وانعدل وانقفل على أرض الملعب رضا هيكل عمل حالة بلا داعي بلا داعي مفروض لعب دولي وكبير نجم موجود في نادي الزمالك مش المفروض أنه هو يجر ويعمل شكل مع أحد نجوم النادي الأهلي اللي هم أصلا ليهم وريدين موجودين في المدرجات ما يقبلوش أنه مصلاح يتكلم مع أي لعب من نادي الزمالك أو من غير نادي الزمالك بهذا الشكل وحتى مصطفى دبشا هم بيحاول يجروا لعب النادي الأهلي للحالة اللي هم عليها علشان يفقدوهم للتركيز ويودوهم للأخطاء ومن ثم يكسبوا الجيم ويخلصوا الماتش على لعب النادي الأهلي الالتزام وكل المريدين يكونوا في دعم ليه النادي الأهلي من أجل أنه يخلص هذا الشوط بقى أفضلية بإذن الله ويحافظ على التركيز مهم جدا أنه صلاح يبقى عالي على أرض الملعب ما يتشدش لمثل هذه المواقف عبد الله عبد السلام والتهديئة لأحمد صلاح ومصطفى دبشا أنا معرفش هو بتخاني مع مين وليه يعني هو راجل الصراحة مصطفى إبراهيم دبشا لعب نادي الزمالك لعب أربعة في تشكيلة زمالكوية الراجل يعني هو لو ما لقاش حد يتخاني مع عب تخاني مع نفسه بتخاني مع لعابته مع لعابة نادي الزمالك يعني هو عايز يعمل حالة علشان يفقد لعابي نادي الأهلي تركيزهم على أرض الملعب بلا أي داعي بلا أي داعي يحاولوا وحافظوا على تركيزهم لعابي نادي الأهلي في هذه لحظات ما يتجروش أو ما ينسقوش لمثل هذه المواقف الأفضلية أهلاوية بفرق النقطة الوحدة والسايد آوت أهلاوي بإذن الله ناخد النقطة رقم تمانية ونروح للفرست تكنيكال تايم آوت ونريح شوية سعيد وسعودي سعيد وسعودي سعيد